موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى هذا الموعد الاخباري وتتابعون فيه موسيقى العالم امام متحور جديد من فيروس كورونا وبطفرات متعددة ومنظمة الصحة العالمية تتابعه عن كثب موسيقى في ايتيوبيا ابي احمد في اول ظهور له في جبهات القتال ويقول ان قواته سيطرت على منطقة استراتيجية موسيقى موسيقى وفي النشرة روسيا والغرب اتهامات متبادلة وتوتر متصاعد موسيقى لضابط سابق في الجيش الصهيوني ان الجزائر هي المقصود من هذه الاتفاقية وفق حسابات الاحتلال الاسرائيلي التي جعلت من النظام المغربي مجرد اداة لمشروع توسعي في المنطقة طالما حذرت منه الجزائر وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استقواء المغرب بالاحتلال الاسرائيلي لشرعانة احتلاله للصحراء الغربية واستهداف الجزائر اذا قمنا بالتوقيع على اتفاق مع الدولة مثل المغرب تعاني من تهديد من حزب الله نحن نعتقد ان لدينا هنا تهديدا مشتركا من يعارض هذا الامر عليه ان يدعم هذا الامر مثلا اذا كان الجزائر يريد ان يعطي مزرح للبوليساريو والارهابيين انهم يدخلون تحت ذات المظلة ولذلك في النهاية على الجزائر ان تختار باي جانب تريد ان تكون في جانب الاخيار ام السيئين الولايات المتحدة اليوم اعترفت عندما كانت ادارة دانا ترامب ومثمقال ضيف المحترم من فاريس كان يمكن لهم ان لا يعترفوا بالمغرب ولكن كيف تكون دولة جارة للمغرب تختلف بالرأي بهذا الموضوع ماذا تريد الجزائر هل تريد ان تقوم بخلق نوع من عدم استقرار في المغرب او هل تريد ان تقوي وتدعم ايران وحزب الله في المنطقة او انها تريد السلام عليها ان تقرر ماذا تريد نستعرض الان نبدة عن قناة اي 24 الاسرائيلية الذي يملكها الملياردير باتريك داريي الذي يحمل الجنسيات المغربية والفرنسية والاسرائيلية والبرتغالية اشتركوا في القناة وبهذا نددت الهيئة والوطنية للمحامين التونسيين بتوقيع نظام المخزن المغرب اتفاقية تعاونين مع الكيان الصهيوني تضمنت عدة بنود في المجال الاستخباراتي والتدريب المشترك وبيع الاسلحة ووصف بيان الهيئة خطوة النظام المغربي بالاستفزاز غير المسبوق للشعب العربي ودول المغرب العربي تحديدا كما دعت الهيئة شرفاء الامة للوقوف في وجه هذا التهديد المباشر والعمل على احباط مصاري التطبيع الذي انتهجه نظام المغربي وطالبت القوة التقدمية الحرة في المغرب بمواصلة الضغط على سلطة المخزن لالغاء اتفاقية العار المبرمة مع الكيان الصهيوني قال الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع بعض ممثل وسائل الاعلام الجزائرية قال انه يأسف لاتفاق المغرب مع الاحتلال الاسرائيلي واكد ان تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار في العلاقات القديمة الجديدة بالمغرب والكيان نأسف لأول مرة منذ 1948 عندما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجيب بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد اخر خزي وعار كما رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأي تبادل انتجاري او اقتصادي مع الدول وشدد رفض الجزائر الوصاية والتباعية لأي جهة واكد ان المعاملة مع جميع الدول تكون بالمثل مستثمر اذا كان محتاج يجي استثمر عندك يجي اولا ما ترغمش عليه باش يجيك ثانيا اتفاق بيزنس انا شخصيا ماشي معها ولكن فاقد الامل منها لان اعرف ان رأس المال الاجنبي يجي استثمر في الدول لا سلطة فيها بعد الجزور اليوم كان عشر دول هي اللولة في القائمة الجزيرة افلانية دخل شريب بيع ولا واحد يحاسبك الدول اللي زيطة سوفرينيست كما يسموهم يعني كما احنا ولا هذي يخمم قدم ليجيك رغم عنها نحنا اليوم تشوف في الموحيط متعنا لكن دولة اللي ما زلها قدرات في التسديد هي الجزيرة ولا واحد يسأل واللي يسأل يخلص متعامل معك ما كاش مشكل ما تعرق لي مشكل لي مصالحي ما تعرق ليك مصالحك متفقين ولكن باش تفرض علي حاجة متفرج ولا واحد قدر يفرضها ما عاد الله عز وجل وبخصوص القمة العربية التي ستنعقد بالجزائر اكد الرئيس الجزائري انها ستكون قمة جامعة والجزائر لن تكرس التفرق بين العرب مشددا على ان علاقة الجزائر مع كل الدول طيبة وعادية الا مع من اراد ان يعاديها سوريا ستكون حاضرة سيد الرئيس من المفروض احنا إلا كان نديره قمة عربية لازم تكون قمة جامعة ان شاء الله تكون طلاقة جديدة العالم العربي لرهمه مزق نتمنى يكون اجتماع شامل الجزائر ما تكرسش تفريقة العرب هذا هو الهدف الرئيسي احنا دولة دائما نجمع الفورقة وفي الشأن الصحي اكدت منظمة والصحة العالمية انها تتابع عن كثب المتحور الجديد لفيروس كورونا فيما رفع المركز الاوروبي مستوى القلق لديها بشأن السلالة الجديدة التي تفشت في جنوب افريقيا العالم تحت رحمة متحور جديد فبعد دلتا الهندي ها هو المتحور الجديد المتفشي في جنوب افريقيا يرفع مستويات القلق تتخوف منظمة الصحة العالمية من التحولات غير المعروفة الطارئة على هذه السلالة فطفارات الوافد الجديد من عائلة كورونا يصفها احد العلماء بانها مروعة بينما يقول اخرون انه اسوأ متحور اكتشفوه المتحور الجديد يحمل اكثر من خمسين طفرة ثلاثون منها طرأت على البروتين الشوكي بل ان الاجزاء المسؤولة على الاتصال بخلايا جسم الانسان واختراقها طرأت عليها عشر طفرات مقارنة بتفرتين فقط في متحور الدلتا الذي اجتاح العالم ويكمن القلق في ان اللقاحات التي تم تطويرها حتى الان قد لا تكون فعالة في مقاومة هذه السلالة ويخشى العلماء من ان تزدد سرعة انتشارها وتزداد ايضا قدرتها على خداع انظمة المناعة البشرية هذه المخاوف دفعت منظمة الصحة العالمية الى عقد اجتماع طارئ لبحث كيفية التعامل مع المتحور الجديد وتحديد مدى خطورته فيما سرعت بعض الدول الاوروبية والاسيوية الى تحديث قوائمها الحمراء الخاصة بقيود السفر ولتجاه نحو منع الرحلات القادمة من جنوب القارات الافريقية المركز الاوروبي لمكافحة الامراض رفع مستوى القلق لديه بشأن هذه السلالة الى درجة عال جدا غير ان الاوروبيين تفاجأوا باكتشاف اول حالة من هذا المتحور في بلجيكا وكانت السلطات الصحية في جنوب افريقيا قد اعلنت تسجيل 22 حالة اصابة بالمتحور الجديد كما سجلت حالة اخرى في بوتسوانا واعلنت هونغ كونغ ايضا تسجيل اصابة واحدة لدى مسافر عائد من جنوب افريقيا وبهذا اكد الباحث في علم الفيروسات الدكتور محمد داملهاك في اتصال خاص به قناة الجزائر الدولية ان المتحور الجديد يحدث نوعا من الضعر بسبب خصائصه الغامضة التي تظهر لاول مرة المتحور هذا حدث نوع من الضعر وهذا الخصائص الجديد التي تظهر لأول مرة وهو العدد الهائل من الطفرات الى حد الان حوالي 30 طفرات من بينها 10 طفرات مسجلة على مستوى البروتين الشوكي ليستخدم عادة في صناعة اللقاحات وهذا ليخلي العلماء والقبراء والمختصين خالقين من هذا المتحور في ليبيا اقدم مسلحون امس الجمعة على تنفيذ هجوم اطلقوا خلاله النيران على محكمة سبها الليبية لمنع محامي سيف الاسلام القذافي من تقديم طعن رفض ملف موكله في وقت يتطلع الليبيون لمعرفة قائمة الاسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة وبينما كان محامي سيف الاسلام القذافي يتجه نحو محكمة سبها لتقديم طعن لدى المحكمة لرفض ملف موكله باغت مسلحون مجهولون موظفي المحكمة بهجوم مستخدمين الرصاص الحي واجبروا الجميع على مغادرة المكان مشهد يروي الواقع المرير الذي تعيشه ليبيا قبل اقل من شهر عن موعد الرئاسيات رغم اسرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة على إجراء انتخابات شفافة وفق خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي وقرارات مجلس الأمن إلا أن هناك من يرغب في ضرب كل الاتفاقيات واللوائح عرض الحائط لبحث رسائل مشفرة يستعرض من خلالها عضلات على الجميع ندين بشدة الهجمات المسلحة على محكمة سبها ونشدد على أهمية حماية العملية الانتخابية الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العمليات السياسية وزارة العضل الليبية اعتبرت منفذي الهجوم بالخارجين عن القانون وسارعت لفتح تحقيق في الحادثة وكانت المفوذية الوطنية للانتخابات الليبية أعلنت عن إقصاء خمسة وعشرين مترشحا من أصل ثمانية وتسعين تدورات متسارعة في المشهد الليبي قد تحمل الساعات القادمة أنباء عن سقوط أسماء أخرى من قائمة المترشحين ليبقى مضمار السباق أحوى الرئاسيات في ليبيا بحسب ملاحظين صراع أسماء وأجندات لا صراع برامج قال رئيس والوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن قوته تمكنت من تحرير منطقة استراتيجية تقع على طريق الدولي بين إثيوبيا وجيبوتي وذلك في أول ظهر له بجبهة القتال فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش الفرق في إثيوبيا إلى ضرورة إيجاد طريق لوقف إطلاق النار من جبهة القتال يطل رئيس الوزراء الإثيوبيا بأحمد ليعلن عن تمكن جيشه من تحرير مناطق فيق لمعافر الإستراتيجي حيث طريق الدولي الرابط بين إثيوبيا وجيبوتي وأنه يواصل المسير نحو مناطق أخرى لتحريرها مفاخرا بأن جبهة تحرير تيجراي ليس لها القدرة الكافية على مواجهة الجيش الإثيوبي أمام استداد المعارك واقتلابها أكثر من مشارف العاصمة آدي صبابا تظاهر الآلاف من المواطنين مبدين دعمهم الكامل لأبي أحمد وحكومته يتزامن ذلك مع تطوع العشرات من العسكريين المتقاعدين في صفوف الجيش الفيدرالي الإثيوبي الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش حث من كولومبيا الأطراف المتصارعة على إيجاد الطريق المناسب لإيقاف النار في إثيوبيا والاقتداء بالتجربة الكولومبية طريق الوصول إلى السلام بكولومبيا يلهمني لدعوة المتصارعين في إثيوبيا لإيقاف النار بدون شروط وبشكل كلي وإنقاذ البلد والتمكين للحوار بين الإثيوبيين لحل الأزمة أيضا والتمكين لاستقرار المنطقة أتمنى أن تكون كولومبيا مثالا يحتذبه للمسؤولين في إثيوبيا أمام هذه التطورات أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بعد ورود معلومات عن نزوح واسع نطاقي لسكان غرب تيجراي وسط مخاوف من وقوع تطهير عرقي في موضوع آخر أبدت الوكالة الدولية للطاقة الدورية مخاوفها من تسريع إيران لأنشطتها النووية وزيادة القيود المفروضة على المفتشين الدوليين من قبل مصالح الأمن الإيرانية من جانب آخر قال النطق باسم الخارجية الأمريكية إن قرار إيران عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الدورية مؤشر سيء على إرادتها الفعلية في التفاوض إلى مصار تفاوضي يحيي اتفاق لوزان أو إلى تصعيد جديد يؤجج التوتر بين إيران والغرب يبدو أن الطريق نحو فيينا لإعادة إنتاج مثل هذه الصور لن يكون سالكاً ودونه عقبات قد تقلص فرص إحياء لوزان في فيينا طرف آخر يدخل على خط الملف النووي الإيراني قبل أيام قليلة من توجه الخصوم والحلفاء نحو استكمال سابع جولات المفاوضات التي ستكون لأول مرة مباشرة وهو كيان إسرائيلي يسعى لاحتلال مكانة في معادلة نووي إيران تحاقق له هدف عدم تكرار ما يعتبره خطيئة كبرى في اتفاق لوزان 2015 إضافة إلى التوصل إلى اتفاق ببنود جديدة لا تقيد المشاريع النووية الإيرانية فحسب وإنما تشمل أيضاً الصواريخ وأنشطة طهران في المنطقة برمتها أهداف يضعها الكيان نصب عينيها ولا يتردد لتحقيقها في توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية وفق تصريحات لوزير الدفاع الاحتلال بني جانتس ضربة حذرت واشنطن حليفتها من أن تنفيذها سيكون له عواقب عكسية واستهداف المنشآت الإيرانية قد يؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه من طهران أجواء مشحونة تتسيد المشهد بين إيران والغرب ألقت بظلالها على اللقاءات التي عقدها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسيا مع مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين عبداللهيانة والتي انتهت كما بدأت دون تحقيق أي تقدم بين الطرفين بل إن الوكالة أثارت مخاوف من تقدم البرنامج النووي الإيراني والقيود المفروضة على عمل المفتشين الدوليين قال الأمين العام لحلف الناتو إن روسيا ستتحمل عواقب وخيمة في حال أقدمت على استخدام القوة ضد أوكرانيا ويتزمن ذلك مع إعلان بريطانيا نقل معدات عسكرية إلى ألمانيا تحسبا لمواجهة محتملة هل اقتربت المواجهة بين موسكو وكييف وحلفائها الغربين؟ التصريحات والدلائل على الأرض ربما تشي بذلك أحدث فصولها تهديد مباشر من الأمين العام للحلف الأطلسي لروسيا قال فيه إنه إذا استخدمت موسكو القوة مع أوكرانيا فستتحمل عواقب وخيمة سبقه قبل ذلك بساعات إعلان بريطانيا على لسان قائد القوات البرية الفريق رالف فودس نياتها نقل معدات عسكرية إلى ألمانيا تحسبا لمواصفتهم مواجهة عسكرية مع روسيا يتساعد التوطر بين موسكو من جهة والغرب من جهة أخرى منذ مطلع الشهر الجاري على خلفية المناورات العسكرية التي أجرتها واشنطن والنيتو في البحر الأسود مناورات اعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استفزازا مباشرا لروسيا ورد بتوقيع مرسوم يقضي بتقديم الدعم الإنساني لجمهوريتي دونتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في دونباس شرق أوكرانيا الخطوة فهمت من طرف الغرب على أنها تمهيد لضم المنطقة ارتفع منسوب التوطر أكثر عند معاربة واشنطن والاتحاد الأوروبي عن قلاقهما بشان حجد قوات روسية مؤخرا على حدود أوكرانيا المخاوف غذتها تقارير وسائل إعلام أوكرانية وغربية بهجوم وشيك للقوات الروسية على أوكرانيا لكن الكريملين وصف هذه التصريحات بحملة إعلامية تهدف إلى زيادة حدة التوتر وتحاول بعض الدول من خلالها تصوير روسيا كجانب يهدد عملية تسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا فهل تزدق الرواية الغربية بشأن نوايا روسيا ويقدم بوتين على إعادة الكرة في دونباس مثل ما فعلها مع جزيرة القرن في 2014 في خبر آخر وجه المغرب أسوأ أزمة جفاف تعصف بالبلاد منذ عقود نتيجة تراجع المنسوب الإجمالي لسدود المملكة بنحو ستين في المئة في ظرف أقل من عام وضع أجبر السلطات المغربية لإعلان حالة الطوارئ بشمال البلد في ذروة موسم التساقطات المطارية تتعمق حالة الشح المائي التي تعصف بالمغرب لتتحول إلى أزمة جفاف حادة تعصف بكبرى الأحواض المائية على غرار السدود بتراجع معدلات التساقطات المطارية بحدود النصف السنة الجارية للعام الثالث على التوالي أمطار شحيحة رسمت عجزاً مائياً عبر سبعة أحواض مائية كبرى بالمملكة شمال البلاد بتسجيل انخفاض منسوب السدود بنسبة تجاوزت أربعة وثلاثين في المئة في ظرف عام واحد لتصل الكميات المحجوزة إلى خمسة ملايير متر مكعب ما يمثل تآكل نحو ستين في المئة من منسوب سدود المملكة في أقل من اثني عشر شهراً وضعية حرجة تهدد مساحات فلاحية واسعة وتعصف بنشاط المئات من الفلاحين ركيزة الاقتصاد المغربي مؤشرات سارع وزير التجهيز والماء في المغرب نزار بركة إلى وصفها بالمقلقة في أعقاب اعترافه أن الوضعية المائية تسببت في عجز تزويد ساكنة ثلاثة أحواض كبرى بالماء الشروب على غرار ملوية التي شهدت جثاف أطول أنهار المملكة لأول مرة في التاريخ ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ شح مائي شمال المملكة إلى أخبار رياضة الآن أنهت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم الكاف الجدل القائم حول عدم جهزية الكاميرو لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2021 وذلك خلال جمعيتها العامة الاستثنائية التي أقيمت أمسي بالعاصمة المصرية القاهرة الفرصة كانت مواتية لرئيس الهيئة الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي لتجديد ثقته في الكاميرون واضعا بذلك حدا لشائعات تأجيل أو تغيير مكان البطولة البدوى الجزر الذي شهدته إفريقيا مؤخرا بسبب مصير تنظيم كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون أبطل مفعوله اليوم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي استغل فرصة عقد الجمعية العامة الاستثنائية بمقر هيئته بالقاهرة للتأكيد على استعداد القارة ككل إنجح عرسها المرتقب الجنوب الإفريقي الذي حضر رفقة كبار المشهد الرياضي على غرار رئيس الاتحاد الدولي للعبة جياني أنفانتينو وضع حدا لشائعات التي تحدثت عن نقل المرتقب للكان لبلد آخر غير الكاميرون قبل أقل من 45 يوما عن انطلاق التظاهرة موتسيبي الذي بدأ غير قلق مبتسم ومطمئن البال قرر رفق تفاعل المكتب التنفيذي للكوف وأضاء الجمعية العامة إجراء كأس السوبر الإفريقي التي من المنتظر أن تجمع بطل تشامبيونز ديغ الأهل المصري وبطل الكونفيدرالية الأفريقية الرجاء المغربي في قطر على أن يتحدد الموعد لاحقا هي طلة أباد بها رئيس الكوف الكلام الكثير الذي قيل حول مقدرة إفريقيا على إنجاح عرسها ولا يبقى إلا انتظار مطلع العام المقبل للوقوف على صحة الأمر سحبت أمس في مدينة زيوريخ السويسرية قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وتأكد غياب أحد بطلي النسختين الأخيرتين البرتغال وإيطاليا بعد وقوعهما في المصاري ذاته ضد مقدونيا الشمالية وتركيا تواليا ما يعني أنهما في حال تجاوز الأخيرتين سيلتقيان في نهاء هذا المصار لتحديد أي منهما سيبلغ النهائية عبرت اللجنة والدولية لألعاب البحر المتوسط خلال آخر اجتماع لها بالعاصمة اليونانية أثينا عبرت عن قلقها من سير تحضيرات الطبعة التاسعة عشرة للألعاب التي ستستضيفها وهران صيف الفين واثنين وعشرين وقالت الهيئة الدولية أن وطيرة الأشغال لا تسير بالشكل اللازم مع تسجيل تأخر في إنجاز العديد من المنشآت التي ستحتضن هذه الطبعة ختاما تعرف الرقمنة توسعا كبيرا في مختلف المجالات على غرار المكتبات التي تبنت مشاريع الرقمنة وأصبحت منصات رقمية تحفظ رصيدها الهائل من الكتب والمخطوطات وتسهل الولوج إليها على غرار المكتب الوطني الجزائري المكتبة الوطنية الجزائرية إلى عالم الرقمنة الدقيقة منصة إلكترونية تشمل كل الرصيد المعرفي والوثائقي للمكتبة في استجابة ضرورية حفظا للرصيد من جهة وتلبية لاحتياجات الولوج إلى المعلومات وفقا لمتطلبات الباحثين عنها من جهة أخرى موقع الإلكتروني وبوابة الإدعاء القانوني ومدونة الإدعاء القانوني وبوابة الناشرين وهذا هو مشروع وخطوة نحو التقدم في مشروع الرقمنة الشاملة للمكتبة الوطنية التي نحرص أن تكون في مصاف المكتبات العالمية لأنها تحوز على وثائق ونفائس نادرة تزخر والمكتبة الوطنية بكم من هائل من المخطوطات النادرة فبات الاهتمام بها والصهر على عدم إضاعتها أولوية قصوى ما دفع بالمكتبة الوطنية الجزائرية إلى مراجعة سياسة حفظ مجموعتها من هذه المخطوطات كل ما يتم إنجازه من خلال القيام بالمهمة المكتبة الوطنية عن طريق الرقمنة يكون حينياً ويكون مباشر بهذا يمكن تغلب على مسألة التواصل ومسألة الاستدراك التأخر موقع المكتبة الوطنية هو موقع إلكتروني صمم من أجل تسهيل خدمات المكتبة الوطنية كذلك من أجل رقمنة الرسيد الوطنية الموجودة في المكتبة وكذلك الترات الوطنية الجل هذه من أجل الوصول إلى مساف المكتبات العالمية والواقع كذلك يفرض علينا هذه العملية من جهتهم رحب الطلبة والباحثون بهذه المنصة الرقمية من حيث هي تمدهم بالمساعدة القيمة كنت مدجة أن تنتقل المكتبات مانوياً لتلك يمكن أن تتسهيل خدمات المكتبات والمكتبات لاستطيع إلي المنصة الرقمية أتساعدنا لجميع المنصة الرقمية لسبب للنظام المنصة الرقمية كذلك للمنصة الرقمية والأكتبات التي تسهولها ولا تقوم یم العملتها ونحصل خدمات المنصة الرقمية وكذلك ستكهل تطعان للتعامر يدخلوا في الفيلمين السعادية يجبدوا الكتابات ويقدروا يخدموا أعليز هي الرقمنة كوسيلة تكنولوجية تتيح إنتاج نسخ إلكترونية بديلة عن الوثائق الأصلية وتكون أكثر قابلية للاستعمال مع ضمان حفظ الرصيد المعرفي من الضياع نهاية النشرة شكرا لكم في أمن الله اشتركوا في القناة